أنت أسأل شنو وجهة نظرش بالمكياج والتجمل مو التجميل أنا شخصيا يعني كل يعرفني أنه ما أحب المكياج ومعرف أني أحس إذا أخلي مكياج كأنه كفر أخلي على بشرتي حتى طريقة أسلوبة عملي يختلف بالضبط يعني حتى أول ما شفتش قلت ليش لا تخلي كلش حلو أنت يعني أنت يعني كلش تشبهي نفسش أنا أخلي شي بسيط كلش وأعني أنجبرت أنه لأنه طالع مثلا القناة سابقا يعرفوني حتى أن أطلع لايفات أو شي تشوفني بدون مكياج أحس طبيعتي وأكون يعني أخف أخف يعني أنا مرات إذا أخلي مثلا مسكارة ما تخافين تطلعين بالمكياج ممكن؟ لا مو على الشاشة ما نقول مثلا بالحياة لا بالعكس لأنه يعني أنا أعتبر خلقة رب العالم من خلقني فأفضل شكل سواني فبالعكس أنا كوش أحب شكلي بدون مكياج هناك هواية من البنات في جيلت وفي عمرتش هذا الشباب الحلو هواية عندهم هذا وجهة النظر اختلفت عن اللي قبلهم صح كانوا يستحون ويطلعون مو يستحون كان عندهم خط أحمر أنه تطلع بالمكياج الآن لا نشوفهم يطلعون ويعملون لأنه هسه زمن العمل الأشياء العملية سواء لبس أو سواء المكياج العملي العمل يعني كله يعني فيه حركة على طري السؤال السابق اللي أنا سألتك علي الطريقة تتعاملك مع الزبون أنا شخصياً شنت أروح عدفة صالون معين شخص من الأشخاص شاني سشور لي شعري حتى ما يسوي شي بس يسشور شعري بس مجرد بلودراني بيوم اللي هو موجود أنا ما أروح يا بليش هو يتعامل بطريقة أنه شوية يعني نحسى أحادي جور شعري أو شي ربيع تأكيد تختلف أي بالضبط فقلوا لي مثلاً ليش هذا الشخص إحنا ليش ما تقبلين أنه تتنزل نفسياً نعم نفسياً يعني هو شخص حتى أنا حتى ما يسالفها ولا شي أنا يحب الهدوء يعني بس مجرد أنه طريقة تعاملة معه طريقة تعاملة وتعاطي مع شعري مثلاً بالضبط سافر هذا الشخص طبعاً بعد ما نسوي مرحة لهذا الصالون والله لحد هاي اللحظة مرحة آني خلاص أحنا بديل إلا فهو نفسية الشخص اللي يتعامل وياك يعني حتى لو ما يحشي مجرد أنه طريقة دا يلزن بها شعرك أو طريقة اللي تريح أكو ناس مثلاً يعني مثلاً يتعاملون معه أي أكو يجرون الشعر بالضبط بعنوف وكأنه دا يتعاركون بالضبط أي صحيح إذا نرجع للإسلوب الإسلوب هو جداً مهم والحالة النفسية أي بكل مكان وبس بمبس مجال التجميل والمكياج والسطراند يعني أنت لا تتعامل مع مرأة والمرأة كلش نحته صعب أنه ترضى